الرئيس السيسي يؤكد أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة إعمار المناطق الفلسطينية صندوق النقد الدولي يشيد بسياسات مصر في مواجهة كورونا وتوقع ارتفاع معدلة النمو وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الكامل بأهداف التحالف ضد تنظيم داعش ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار في سوريا والعراق انتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من أكسفر نيوز تحياتي لكم بداية هذه النشرة ستكون مع زميلي أحمد أبو زيد أحمد تحياتي لك أهلا بك يا شكرا جزيلا وسعادتم أوقاتا أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر لجهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط وخلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الأزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بمناسبة توليه مهام منصبه شدد الرئيس على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال جرى فيه التطرق لتطور العلاقات الثنائية فيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى رئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو وقال رئيس مجلس النواب إن ثورة الثلاثين من يونيو فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية فيها وضف رئيس مجلس النواب إنه في الثلاثين من يونيو ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قياده وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر وعلت أصوات البهجة في كل الميادين إلا ثلاث قليلا مما صموا أذانهم وظلوا الطريقة وقد هنأ الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة وتعهد رئيس الوزراء بأن تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وتحت قيادة الرئيس السيسي لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين مشيرا إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو شكلت يوما فارقا في حياة الشعب المصري الذي خرج بالملايين منطفضا ضد قوى الشر والظلام ممن اختطفوا الوطن ليملأ مختلف الميادين في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع صانعا بذلك واحدة من بين أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار واستعادة الدولة هيبتها ودورها الوطني لتبدأ في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الممهورية القائدة الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو قال وزير الداخلية في البرقية إن ملحمة ثورة الثلاثين من يونيو جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ وعبرت عن إرادة شعبية صادقة العزم على انطلاق أزهى مراحل النضال الوطني بالبناء والتنمية والازدهار على أرض الوطن أضاف أن تكاتف المجتمع المصري ومؤسساته خلف القيادة الوطنية الحكيمة كان ولا يزال علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر ورمزا ناصعا في مسار كفاح شعب أبي وانتصارا لقيم الكرامة والعزة هنأ مفتي الجمهورية الدكتور شوق علام الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو ودع مفتي الجمهورية في كلمته جموع الشعب المصري إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة والإصرار والعمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات وأوضح مفتي الجمهورية إن ثورة الثلاثين من يونيو جاءت استجابة طبعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب وقد هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبرى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيلة قال رئيس المجلس إن الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو جاءت من شعب عظيم لتنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية كما أكد أن ثورة يونيو أكدت تلاحم المصريين معا من أفراد الشعب والقوات المسلحة لإنقاذ مصر من أهل الشر وأكدت بما لا يدع مجالا للشك من حياز القوات المسلحة للشعب المصري أوضح كرم جبر أن مصر وخلال ثماني سنوات مرت منذ ثورة الثلاثين من يونيو استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية ودورها في أمن واستقرار المنطقة أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها المادية الخارجية وأشرت رئيسة بعثة الصندوق إن مستوى الدين الخارجي في مصر يعد معتدلا مقارنة بدول الأسواق الناشئة الأخرى ومتوقعة أن يتخذ الدين الخارجي مسارا هبوطيا بداية من العام المالي القادم كما توقعت استقرار مستويات احتياطي النقد الأجنبي المصري عند مستويات قوية كما أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بسياسات الحكومة المصرية في مواجهة جائحة كورونا متوقعة أن ترتفع معدلات النمو في السنة المالية 2021-2022 إلى 5.2% عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير السياحة والأثار خالد العناني لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الاجتماع تناول وزير السياحة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة من شهر يناير وحتى الشهر الجاري كما استعرض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر كما أشار وزير السياحة إلى عدد من الموضوعات التي ستطرح وتناقش خلال اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة والأثار بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ويدعم هذا القطاع الحيوي عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية للبدء في إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الأسكندرية وأكد رئيس الوزراء أن الدولة توجه دعما كبيرا لكل الجهود التي تستهدف التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة وهما أدى خلال السنوات الماضية إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكل روافد التعليم الجامعي بالدولة ولفت مدبولي إلى أهمية دور جامعة سنجور في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتقوية الصلاة بين الدول الفرانكفونية إضافة إلى دورها الأساسية في إعداد كوادر بشرية متميزة تسهم في تنمية القارة الإفريقية مستقبلاً أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية خلال أسبوع حيث أسفرت عن تحقيق النتائج التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة بكافة مجالات العمل الأمنية ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع ستة ألاف وتسعمائة وخمس وتسعين قضية تمونية متنوعة وضبط ألف وسمانمائة وثلاس وسبعين قضية في مجال منع تداول الأرقيلة بمضبوطات بلغت سلاسة عشر ألف وخمسمائة وثمان وخمسين أرقيلة إضافة إلى غلق ستة ألاف وتسعمائة وثلاسة وثمالين محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد واحد وتسعين ألفا وأربعمائة شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط عشرة ألاف ومئة قضية تمونية متنوعة من بينها مائة وخمس واربعون قضية بيع استونات بوتاجاز في السوق السوداء وضبط خمس عشر قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت ثلاثمائة واثنين واربعين ألفا ومائة وتسعين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط تسعة ألاف وتسعمائة واربعين قضية تمونية بمضبوطات وزنت ما يقرب من ألف ومائتين وثلاثة وثلاثين ونصف طن سلعة جزائية متنوعة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع مائتين واربع وخمسين ألف ومائتين وتسع واربعين مخالفة مرورية متنوعة من بينها ثلاثة وثلاثون ألفا ومائة وست وستون مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد خمسة ألاف ومائة واثنين وخمسين من قائد المركبات تبين إيجابية عدد مائتين وسبعة وتسعين سائقا منهم كما تم المرور على مائة وإحدى وثمانين مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد ثلاثمائة وخمسة وتسعين من سائق حافلات المدارس تبين إيجابية أحد عشر سائقا كما تم فحص أربعمائة وأربع واربعين حافلات مدارس تبين مخالفة ثمانين مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط ألفين وسبعمائة وثمانين قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار وفي مجال قضايا الطيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع واحداً وثمانين ألفاً وثمانمائة وأربع وسبعين قضية في مجال سرقة الطيار الكهربائي ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت واحد وستين مليون وثمانمائة واحد عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع أربعمائة وثلاث عشر قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط خلالها مائة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون كتاباً مقلداً ومنسوخاً وفي مجال قضايا التهرب الضريبية والأموال العامة تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط ألف ومائتين وتسعة وخمسين قضية في مجال التهرب الضريبية والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار ومائتين وسبعة وتسعين مليون وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف جنيه مصرية وأخترت مصلحة الضرائب لفحصها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن مبادرة حياة كريمة تمثل برنامجاً رئاسياً كبيراً يستهدف تحسين معيشة المواطنين المصريين وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في لقاء خاص مع إكسترا نيوز أن مبادرة حياة كريمة تضمن الدعم المتكامل للريف وتوفر الخدمات الموجهة لمتحدي الإعاقة والطفولة المبكرة والتمكين الاقتصادي للمرأة يعني يمكن من سمات الخاصة جداً للوزارة التضامن الاجتماعي أنها دائماً وأبداً بتشتغل على تحسين جودة حياة المواطن المصري حياة كريمة الحقيقة جاءة يعني برنامج رئاسي كبير جداً يعني وجه به السيد الرئيس الجمهورية لأن كما نرى التوجه الرئاسي دائماً هو جودة حياة المواطن المصري كرامة المواطن المصري تحسين الخدمات تحسين مستوى المعيشة فوزارة التضامن بصفاتها بتتضامن مع جميع المواطنين من أول الطفولة المبكرة وحتى بعد سن المعاش فهدفنا أو رسالتنا هو توفير الحياة الكريمة طبعاً وجود برنامج رئاسي مكمل لبعضه البعض يعني بيدي دفعة قوية جداً للمجتمع في الريف وزارة التضامن عما قبل كانت بتشتغل على الدعم النقدي بتشتغل على المعاشات والتأمينات على الإعاقة لكن منظومة كاملة للأسرة والمجتمع كانت غايبة عن الريف ولذلك الحقيقة جاء البرنامج الرئاسي مش بس تكريم للمواطن المصري للدولة المصرية ككل وزارة التضامن كانت شريكة في البرنامج في مرحلة الأولى وكانت معنية بأكثر ما يعنيها برنامج ساكن كريم كنا ثلاث وزارات بس كنا بنقدم شوية خدمات صحية واجتماعية لكن ما كانش فيه منظور الشامل اللي بيتسم بالبرنامج دلوقتي لما جينا المرحلة التانية ركزنا على ملفات كثيرة وفئات معظم الخدمات لها كانت شبه غائبة في الريف زي ذوي الإعاقة الخدمات موجودة في القرية ضعيفة جداً أو منعدمة في بعض القرى زي التفولة المبكرة والحضانات زي التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية بشكله الصحيح زي أيضاً فيه خدمات تخص برنامج التوعية المجتمعية زي مراكز التأهيل مراكز التكوين المهني للشباب اللي خرج بر إطار المدرسة النظامية عكفت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين على وضع مشروع قانون يحافظ على الأسرة المصرية ويحميها من التفكك وتقدمت النائبة مرثى محروص عضوة مجلس أنواب عن التنصقية بمشروع لإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرية ويهدف مشروع قانون التنصقية إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك والتشتت خاصة في ظل تداخل العديد من المتغيرات على الهوية المصرية وفي ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح أيضاً أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة دعم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش للقضاء على التهديد الذي يمثله التنظيم الإرهابي وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف بالعاصمة الإيطالية روما شدد وزير الخارجية على الالتزام المصري الكاملي بدعم جهود التحالف من خلال تبنيها مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تستند إلى البعد الأمني وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الفكرية كما أكد شكري التزام مصر الكامل بأهداف التحالف ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق وسوريا وعزم مصر القضاء على الجماعات الإرهابية كافة التي تتبنى أيدولوجيات وأهداف مماثلة لتنظيم داعش الإرهابي وعلى هامش اجتماعات روما أجرى وزير الخارجية المصرية سامح شكري حديثا جانبيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين لتناول عددنا من الملفات وعلى رأسها ملف سد النهضة وفي اجتماعات روما أيضا التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزير خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية لمناقشة آخر مستجدات قضية سد النهضة وليس بعيدا عن روما حيث تبادل الوزير سامح شكري مع نظيراته النروي جيائني إراكسون الرؤى حول عدد من القضايا من بينها الأوضاع في سوريا التطورات الخاصة بملف سد النهضة أيضا أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وضع حد سريعا للأزمة السورية من خلال الحل السياسي المستندي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 فضلا عن دعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون وفي كلمة مصر بالاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما أشار وزير الخارجية إلى أهمية تحقيق تقدم في المسار السياسي بما يسهم في عودة سوريا لمكانتها الطبيعية إقليميا ودوليا وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقد الاجتماعات في إطار المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة حيث التقى مع عبد العزيز بالعيد رئيس جبهة المستقبل وأعضاء من المكتب الوطني للحزب كما التقى تبون مع عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني على رأس وفد من أعضاء المكتب الوطني للحركة دع الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع اليوم في مقر رئاسة الجمهورية بقصر بعبدة وذلك لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة ويترأس الرئيس اللبناني المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم في عضويته أيضا رئيس الحكومة وعددا من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بدأت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أول زيارة رسمية لها إلى سكوتلندا بعد وفاة قرينها الأمير فلب والتي ستستمر لمدة أسبوع وعدة ما تزور الملكة البريطانية إسكتلندا وتقوم ببعض المشاركات مع أفراد أخرى من العائلة الملكية من بينهم الأمير وليام احتفالا بالثقافة والتاريخ الإسكتلندي أعلنت الكويت أنها ستسمح للمواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى من الحاصلين ولو على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعبور المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من اليوم جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي وفق ما نقله مركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر استبعد رئيس الوزراء البريطاني باروت جونسون البدء في تخفيف قيود كورونا قبل 19 من يوليو القادم وأوضح جونسون أنه بحث الأمر مطولا مع وزير الصحة الجديد مضيفا أنه على الرغم من وجود بعض العلامات المشجعة مثل انخفاض عدد الوفيات إلا أن المملكة تشهد زيادة في الحالات حذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من الذهاب إلى الوجهات التي تتزايد فيها وطيرة الإصابات بفيروس كورونا موضحة أن المسافرين من المملكة المتحدة سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي لأربعة عشر يوما بعد وصولهم إلى ألمانيا في الوقت ذاته أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين ستواصل تعزيز نهج موحد للدول الأعضاء حيث تواصل الحكومة الألمانية الضغطة من أجل اتخاذ موقف على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن السماح للمسافرين بدخول الدول الأعضاء من دول خارج التكتل أرغمت السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا بعض الدول على مراجعة استراتيجيتها في مكافحة الوباء آخر هذه الدول كانت جنوب أفريقيا حيث أعلن الرئيس سيريل رامافوزا فرض قيود جديدة في البلاد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في القارة السمراء لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الناتج عن المتحورة دلتا كما في دول أخرى نحن في قبضة موجة مدمرة تبدو بكل المؤشرات أنها ستكون أسوأ من تلك التي سبقتها يبدو أن ذروة هذه الموجة الثالثة ستكون أعلى من الموجتين السابقتين نمضي قدماً في برنامجنا الوطني للتحصين ضد كورونا لقد تلقى ما يقرب من 2 مليون و700 ألف شخص في جنوب إفريقيا جرعة اللقاح وباتت النسخة المتحورة دلتا الشديدة العدوى والتي رصدت للمرة الأولى في الهند منتشرة في 85 بلداً على الأقل بحسب منظمة الصحة العالمية ما يزيد المخاوف من موجات جديدة من الوباء رغم حملة التطعيم وفي العاصمة الروسية موسكو بدأت السلطات في تطبيق قيود جديدة حيث ينبغي على كل شخص يرغب بالدخول إلى مطعم في العاصمة أن تكون لديه بطاقة صحية تثبت أنه طلق لقاح المضاد لكورونا أو أنه أجرى فحص الكشف عن الإصابة لا تتجاوز مدته ثلاثة أيام وتأتي تلك الإجراءات بعد أن سجلت موسكو أسوأ حصيلة منذ بدء تفشي الوباء في المدينة وفي المقابل تواصل إيطاليا رفع القيود حيث لم يكن وضع الكمامات إلزاميا في الخارج باستثناء في الأماكن المبتظة وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا يتفشى فيها فيروس كورونا في الفصل الأول من العام 2020 وهي من بين الدول الأكثر تضرورا من الوباء افتتحت بوابة أخبار اليوم أحدث صالة تحرير ذكية في الشرق الأوسط بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمر طلعت والمهندس عبدالصادق الشرباجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وتعد صالة التحرير الجديدة تفرى في منظومة الصحافة المصرية حيث تقدم للقارئ عبر الوسائط المختلفة حزمة من الخدمات الصحفية والإعلامية تضع المستخدم والقارئ في قلب الحدث اشتغلنا بأيادي العاملين هنا في المؤسسة وانت ما تشوف المنظر هتلاقي حاجة فخر لمؤسسة كبيرة زي مؤسسة أخبار اليوم لأن لو حضرتك متابع البوابات الإلكترونية تقريبا البوابة الأولى في المؤسسات القومية وترتيبها ترتيب احترم وممتاز وده يرجع لي رئيس تحرير يرجع لكل الاصطف اللي شغالين موجودين فاحنا قلنا أنا شفت طبعا ناس على أعلى مستوى فلازم أنه نحن أمل لهم مكان يليق بيهم وأنا شايف وعندي أمل في الفترة القادمة هتقبى رقم واحد إن شاء الله بإذن الله على جميع البوابات الإلكترونية لمصر اشتغلنا على تطوير البوابة الإلكترونية للأخبار اليوم في إطار الحقيقة خطة متكاملة بدأت بإنشاء غرفة الأخبار المدمجة للأخبار اليوم تلاها تطوير وتحديث وإنشاء بوابة جديدة للأخبار بكل الوسائل التقنية الحديثة والحقيقة برضو بدعم كامل من المهندس عبد صدق الشرباج رئيسي الأقل وطنية للصحافة والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات بنخلال بروتوكول مع الوزارة سهل لنا وجود كل الوسائل التقنية الحديثة اللي تسهل إرسال وصول المادة الصحفية للقارئة صالة التحليل اللي انتو شفتوها النهاردة جزء من التحليل والتطوير اللي هو عملية مستمرة في الصحافة الصحافة الوراقية ممكن وجهت وبتواجه أزمة اقتصادية أساسية في العالم كله الحقيقة مش في مصر بس تحديث الشغل وأنه الشغل يعتمد على موراء الخبر يعتمد على التأليل والتحليل والمقال أنه يبقى فيه كمان جزء مهم في الصالة دي أنه يبقى فيه هذا التنسيق وهذا التكامل ما بين الالكتروني والورقي الاتنين يشتغلوا مع بعض والاتنين بيخدموا مع بعض الاتنين يتكاملوا في الشغل الخبر مكانه الإلكتروني التحليل وموراء الخبر مكانه الورقي في هذا التكامل أعتقد أنه جوزه مهم من المنظومة التي نحافظ بها على الصحافة الورقية والتي تستعد بها تأثيرها لأن الصحافة الورقية ما زالت حجر أساس مهم جدا في الإعلام والصحافة في مصر تتواصل استعدادات وفتتاح معرض القاهرة الدولية للكتاب في نسخته الثانية والخمسين يوم الثلاثين من يونيو حيث يضع العارضون لمساتهم النهائية لترتيب مؤلفاتهم وذلك بمشاركة أكثر من ألف ومائتين وثمانية عشر ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا يمثلون خمسا وعشرين دولة اخترب موعد انطلاق فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تلك الاستعدادات صارت عنوانا له هنا خلايا عمل لا تتوقف إذ يضع هؤلاء العاملون اللمسات الأخيرة على أجنحة المعرض الأطخم من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا والبالغ عددها سبعمائة وستة وخمسين جناحا احنا عندنا مفتوض في المعرض هنا أكثر من سبعمائة عارض السنة دي التصميم زي ما هو بين ورايا احنا بنتعامل متأثر أكثر بالحضارة الفرعونية هنشوف أغلب التصميم الموجودة هنا واخدين حاجات منها كمان شكل خرطوشة الفرعوني اللي هي موجودة في الفقوص اللي موجودة وراي هنا برضو الحاجات دي كلها حتى يعني ما تعملتش كده كشكل كديزاين جمالي لأن احنا واخدين موافقات من وزارة الأسار بالأشكال والكلام المكتوب على الحاجات دي كلها النسخة الثانية والخمسون من المعرض يشارك فيها نحو ألف ومائتين وثمانية عشر نشرا مصريا وعربيا وأجنبيا يمثلون خمسة وعشرين دولة تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافة كتابك وهي عبارة عن تخصيص رقم للقطب بأسعار لا تقبل المنافسة بداية من جنيه واحد وحتى عشرين جنيه المبادرة بتترخص فيه أنه الكتاب بيبدأ من جنيه وحد أقصى عشرين جنيه فخصصنا أجنحة اللي كانوا مشاركين معنا في بداية المبادرة في معرض فيصل خصصنا لهم أجنحة ينوات مجانية عشان هم مشاركين معنا في المبادرة وطرحنا الفكرة أو الرؤية دي طرحناها لكل الأجنحة اللي موجودة في كل الصلاة بالتزامن مع جائحة كورونا أضحى الفضاء الإلكتروني مصرحا مهما لبعض الأنشطة والفعاليات كالندوات الفنية والثقافية والأدبية لذا أطلقت المنصة الإلكترونية لأول مرة هذا العام طبعا لأزمة كورونا كافة الفعلات بتقام على المنصة الافتراضية يعني هيكون فيه لقاءات فكرية هيكون فيه لقاءات وندوات ثقافية هيكون فيه أنشطة للأطفال على المنصة هيكون فيه العروض الفنية يعني حتى ما سيبناش العروض الفنية يعني هيبقى فيه عود شجال على المنصة الفرق هتكون موجودة على المنصة كل اللي كان بيقام على الأرض هيقام على المنصة المعرض الافتراضية بعد عام ونصف العام يطل معرض القاهرة الدولي للكتاب من جديد ليتيح للزائرين فرصة الإبحار في أعماق العلوم والمعرفة كريم رجب أكسترانيوز والآن وقفة مع أخبار الرياضة يلتقي اليوم منتخب مصر للشباب مع نظيره منتخب تجهستان في دورة الثمانية لوطولة كاس العرب والتي تستضيفها مصر كان الفراعنة قد حققوا العلامة الكاملة في دور المجموعات بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على النيجر الجزائر وموريتانيا في الدور المصري فاز الزمالك على مصر للمقصة بهدف النظيف في اللقاء الذي أقيم في مدينة سويس ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدور المنتز هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق اللعب أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء رفع بذلك الزمالك رصيده إلى النقطة الحادية والستين توجى نادي الزمالك بطلا لدور كرة السلة بعدما تفوق على الاتحاد السكندرية بنتيجة 84 مقابل 80 في المباراة الفاصلة لحسم بطل المسابقة لجأ الزمالك والاتحاد إلى مباراة الفاصلة بعدما تفوق كل فريق في مبارتين من سلسلة لقاءات الدور النهائية ليضطر للخوض خوض المواجهة الخامسة والتي حسمت دور السلة للزمالك في أمم أوروبا تأهل المنتخب أسويس ري إلى دور الثمانية بعد فوزه على فرنسا في دور الستة عشر لكأس أمم الأوروبية يورو 2020 في مباراة ماراثونية وصلت إلى ركلات الترجيح انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما قبل أن يحقق أسويس ريون فوزا بركلات الترجيح بخمسة ركلات في مقابل أربعة وإتأهل لمواجهة المنتخب الإسباني في دور الثمانية بينما ودعت ديوك المنافسات مبكرا رغم تصدرهم ترشيحات التتويج باللقب القاري فازت إسبانيا على كرواتيا خمسة مقابل ثلاثة أهداف في إطار مباريات دور السادس عشر من كاسي أمم أوروبا يورو 2020 وبعد التعادل ثلاثة ثلاثة في الوقت الأصلي أحرز ألفارو مراتى الهدف الرابع للمنتخب الإسباني بالدقيقة 100 ثم أضاف ويزبال الهدف الخامس في الدقيقة 103 بعد انفراضه بالحارس وبهذا الفوز يتأهل المنتخب الإسباني للدور روبا النهائية إلى أخبار التقس يتوقع خبراء وهيئة الأرصاد أن يسود اليوم تقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم ومن حالة التقس إلى تذكير بعنوين النشرة رئيس السيسي يؤكد أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية صندوق النقد الدولي يشيد بسياسات مصر في مواجهة جائحة كورونا ويتوقع ارتفاعا في معدلات النمو شكري يؤكد التزام مصر الكامل بأهداف التحالف ضد داعش ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار بالعراق وسوريا كالمعتاد بإمكاني حضراتكم دوما متابعة ومزيد من الأخبار والتقارير عبر موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم التواصل معنا والتعرف على جديد الأخبار أولا بأول عبر حساباتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستجرام ومتابعة البث الحي للقناة عبر قناتنا الرسمية على يوتيوب إلى الملتقى بحول الله